يا صباح الخير على كل الناس النهاردة اللي بتشوفنا وقاعدة مستنيانة في نهارك سعيد النهاردة هيكون معانا فقرات متنوعة زي كل يوم في نهارك سعيد كل يوم بنجيب لكم فقرات كده ليه علاقة بكل حاجة يعني ليه علاقة بالسياسة وليه علاقة بالحياة الاجتماعية ليه علاقة بالأحداث الجارية اللي بتحصل في مصر في الأحداث اللي احنا بنعيشها دلوقتي هيكون معايا نهاردة زميلي أشرف هصبح عليه ونقول لكم ايه هي الفقرات صباح الخير يا عاشر صباح الخير صارة صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما سعيد مليان بالامل النهاردة 3 ابريل 2012 ايامنا ان شاء الله جميلة ولزيزة وكلها زي الفل ان شاء الله انا وانا جاي النهاردة كنت عمال يعني في الطريق يعني كنت بسمع ايزاعة القرآن الكريم وكان في بعض الاسئلة والاحاديث ففكرني اللي انا كنت بسمعه بان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلقب الصادق الصادق الامين هل يطرى سنة 2012 عدد الناس الصدقين واللي عندهم امانة كبير ولا صغير طبعا الانبئة كلهم صادقين وامانين بس انا بتكلم على الدين الاسلامي والرسول عليه الصلاة والسلام سؤال جاي على بالي كده احنا فيه كام واحد بيبقى صادق وامين في حياته عموما في قراراته في تصريحاته في اي حاجة ياريتني افكر مع بعض في الموضوع ده اه انت عايز تفكر الناس بالفضيلة دي انا اتكرت ان انت بدأت تحصرهم او بدأت تعدهم لا لا انا بعدهم ايه او هم كتير او هم قليل او لا بتهيلي احنا فعلا في المرحلة اللي جاية دي لازم نكون صادقين معنا فسنا قبل ما نكون مع الناس اشرف دايما لما ببقى معاه في اليوم عادتا كده بحس انه زي كده لما تيجي تقرأ الجورنان الصبح وفيه حاجة كده لازم متعود تقرأها تديك شوية امل تديك شوية سعادة يعني بحب جدا الاشرف كده في الانترو هو بيتكلم عن حاجة حطايتك او تجربة ودايما يقول صواح الفل صواح الامل بحب جدا الاشراق اللي عندك يا اشرف النهاردة بقى هيكون معانا فقراء زي صحافة هنعرف منها ايه الاخبار هنعرف منها ايه المنشطات المهمة اللي موجودة في الجرائد علشان نكون مع بعض كده على السطح ونعرف ايه الاحداث النهاردة عاملة ازاي اه طبعا هيكون منورنا في فقرة الصحافة الاستيس خالد البلشي رئيس تحرير وجريدة البديل الالكتروني اه عندنا فقرات بقى يعني عندنا فقرتين كده بنجمع فيهم كل الاحداث اللي بتحصل في مصر حضراتكو اكيد عارفين والاخوان المسلمين وخيط الشاطر وحازم وبسماعيل ويعني والدستور كل الحاجات والحركات كلها اللي حضراتكو اكيد كلنا منتباحها لمستقبل مصر هننقشها في الفقراتين دول بس في فقرة منهم هنتكلم فيها عن الاحداث وعلاقتها بالدول الجوار واحدة فقرة تانية هنتكلم فيها عن الاحداث اللي جوى مصر وضيوفنا في الفقراتين دول الفقرة الاولى الدكتور بشير عبدالفتاح مدير تحرير مجلة ديمقراطية والضيفين التانيين الاستاذ حسام الخولي عدو الامانة العامة لحزب الوفد والاستاذ جورج اسحاقد والحركة الوطنية للتغيير شيما صعيفة هتكون موجودة معاني النهاردة علشان هنتكلم معها هي مناسقة مبادرة فخورة اني مصرية هنتكلم معها عن المبادرة ودور المرأة مصرية بعد الثورة يعني احنا كمعاية فقرة برضو قبل كده يوم السبت اللي فات برضو عن المرأة ودور المرأة بعد الثورة شكل عمل ازاي لانه تحقيق حاجة حزن جدا انه هو مهمش وعمال بيتقلص جدا فاحنا النهاردة هنتكلم في تفاصيل جدا عن دور المرأة بعد الثورة هنروح نعمل ايدي بلوقتي بيانا نحن الرجال نحن قوامونا على النساء نحن نتواصل وراجعين تاني حالا ونبتدي يومنا نحن 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 نعم